أقسم بالله العالي العظيم وصفة قرآنية من كتاب الله سبحانه وتعالى وصفة مجربة من مجرباتي الخاصة للحمل والإنجاب المرأة اللي مسوي للسحر المرأة اللي سبشت الأطباء شربت دواء شربت أعشاب الله ما فتح لك نصيب الإنجاب أو الحمل أو الدرية الصالحة أقسم يميناً أقسم يميناً أقسم يميناً والله وهذه الطريقة عملتها بالطريقة اللي أنا عطيتك وبالنية تبعك وبالعزيمة وبالصدقة وبالدعاء وبقيام الليل وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أقسم يميناً حتى لو كانوا مسوي لك سحر على الإنجاب معمرك رح تنجب ولا عمرك رح تحملي أقسم يميناً إلى هذه الطريقة وبقدرة الله رح يعطيك الدرية الصالحة أقسم يميناً وعملت هذه الطريقة ولم نسمح لأي أحد شاهد هذا الفيديو لأنه كان كثير من الناس كيخسروا مصاريهم اللي كثير حتى يبعت لهم الله الدرية الصالحة ولكن كيخسروا مصاريهم ولكن بدون استفادة ياريت هذا الفيديو التبرتاجة وياريت هذا الفيديو يعني بيعطوه الناس اللي محتاجة للأولاد أو للذرية الصالحة لعلها تأخذ الأجر عند الله سبحانه وتعالى ماذا نحتاجه؟ نحتاجه ورقة بيضاء غير مسطرة طبيعة الحال هذه الطريقة نعملها يوم الخميس بعد صلاة العشاء يوم الخميس بعد صلاة العشاء نجلب ورقة بيضاء غير مسطرة وعم نكتبوها بالحبر هذا الحبر إما كنكتبوها بريش أو نكتبوها بعود من الخشب وبالنسبة لذلك لا نكتبوها بقلم لا نكتبوها بالزعفران وقليل من الماء ستصنعوا حبر مصنوع من الزعفران وقليل من الماء ورح تقوموا بوضع هذا الريش ورح تكتبوا هذه الصورة الكريمة هتكتبوا كلها يعني بهذه الطريقة بالنسبة غادي تكتبوا على ورقة بايدها غير مسطرة بقلم والزعفران يوم الخامس بعد صلاة العشاء رح تكتبوا صورة ألي عمران صورة ألي عمران غادي نكتبوها على الورقة يعني صورة الألي عمران نكتبوها مرة واحدة على هذه الصورة بقلم من الزعفران يوم الخامس بعد الثلاث العشاء بعدها رح تكتبوا هذا التوكيد إنسان أو المرأة أو الرجل اللي غادي يكتب هذه الصورة الألي عمران لما تكتبوها وعند الانتهاء تحت الصورة الألي عمران غادي تكتبوا هذا التوكيد توكلوا يا خدام هذه الصورة المباركة بتسهيل الحمل سريعا بحق محمد وآل محمد صورة قرآنية رح تعملها إن شاء الله وبعد فترة سوف ترزق بجانين بإذن الله الواحد الأحد صورة قرآنية وعازمة فيها القرآن الكريم وفيها الصالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني وصفة مباركة والله ما نسمح الإنسان إلى شاهدتها الفيديو عرفت مرأة يعني بدا تنجب ومرقة يعني حل يريد تعطيها هذه الطريقة نكتبو صورة الألي عمران تحت صورة الألي عمران عم نكتبو توكلوا يا خدام هذه الصورة المباركة بتسهيل الحمل سريعا بحق محمد وآل محمد بالنسبة لرقمي القديم 06-19-1499 فقام شخص بسارق رقمي وحاليا كينتح الشخص يتبعي بالكتابة وكينصب على ناس والناس كيجبنهم أنا هو اللي عم نكتب لكم أنا رقمي راح من شهر اثنين في 11 يوم على الساعة 11 وخمسة دقائق يوم السبت 2023 من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أنا ما بقيت عم نعرف من اللي كيستخدم رقمي القديم ومن اللي عم يكتب الله أعلم عليهك تم حاضري تم حاضري من الرقم القديم لأن هذا الشخص داخل على النصب والاحتيال عليهك غن نزلكم رقمي الجديد ليحب يتواصل معي يتواصل معي في رقمي الجديد وإلى أنا ما تواصلتش معكم بالصوت ما تكتبوا لأي رقم لأن أنا في عمري في حياتي ما كتبت للإنسان الصوت اللي كتلقاه في الفيديوهات نفس الصوت اللي عم تلقاه يعني في الواتف عليك نزل لكم رقمي الجديد وأي إنسان داخل عند الواتساب يعني حتى تسمع صوتي هذا بدكم تكلموني أما رقمي القديم هذا الشخص غير عم يكتب لأنه ما يقدرش يتواصل بالصوت لأنه غدا ينفضح عليك اللي نصب عليه رقمي القديم أرجوكم روحوا قدموا به شكاية عند الشرطة لا تكتوش على حقكم عند الانتهاء المرأة تقوم بحمل معك هذه الورقة لما الإنسان تكتب صورة ألي عمران وهذا يعني التوكيل مرة واحدة تقوم بوضع هذه الورقة على شكل هذا الشكل وغادي تحمله معك دائما تنامي وتوضعي معك رايحة المكان رايحة لأي ما يعني ما تزلوش هذا الحجاب وهذا الصورة القرآنية دائما تحملها معك والله العظيم ثم والله العظيم بعد فترة سوف ترزق بالجنين وسوف الله يبعت لك الذرية الصالحة